لا تنفك إيران تبدي تدخلها في شؤون الغير وفي دول الجوار بأكثر الأشكال عدوانية من لبنان وسوريا والعراق إلى البحرين واليمن لكن يبدو أن لقادة إيران رؤية استراتيجية أوسع نطاقا للأعوام العشرين المقبلة لم يتورعوا عن الإعلان عنها رغم ما فيها من إقرار بالمضي في مزيد من التدخلات في شؤون الغير بل وفي توسيعها تدخلات ألبسها قادة تهران رداء الاستراتيجية المستقبلية فيما يخص الوضع الجيوسياسي في المنطقة معنا من الرياضة رئيس مركز الخليج العربي للدراسات الإيرانية محمد السلمي كما ينضم إلينا من عمان مدير مركز الدراسات الاستراتيجية بجامعة الأردنية موسى شتوي قبل أن نبدأ النقاش مع ضيفين نتابع هذا التقرير التالي ثم نبدأ الحوار في الوقت الذي تتسابق فيه دول العالم لوضع سياسات تتماشى مع النهج المتسارع وشبه الموحد للحداثة مع ضرورة الحفاظ على تفرد تجربة كل منها تطل إيران على عالم 2016 بسلسلة عنوين عريضة تعزز سياستها الممعنة في زعزعة أمن واستقرار المنطقة في إطار ما قالت إنه استراتيجية للبلاد حتى عام 2036 بضرورة دعم حزب الله اللبناني لبلوغه مرحلة الاكتفاء الذاتي ماليا وعسكريا بدأت كلمة مستشار مرشد الثورة الإيرانية للشؤون العسكرية والقائد السابق للحرس الثوري رحيم صفوي التي حددت خطوط هذه الاستراتيجية في المؤتمر الوطني الجيوسياسي في تهران صفوي الذي شدد في كلمته على أن أهم ما في الاستراتيجية هو ضرورة نقلها إلى دول المنطقة اعتبر أن الحفاظ على إمكانيات حزب الله وجعله على الدوام القوة الأولى في لبنان ضرورة تحت أي ظرف من الظروف من لبنان إلى سوريا فتركيا يؤكد صفوي أن بلاده ستمنع بأي شكل من الأشكال سقوط بشار الأسد وتقسيم سوريا كما قال يتبع ذلك بمطالبة صريحة وواضحة بإعادة النظر في العلاقات مع تركيا مبررا الأمر بتحالفها مع الولايات المتحدة وإسرائيل والعرب في موقف يأتي بعد أسبوعين على قمة منظمة التعاون الإسلامي في اسطنبول التي دعت إيران إلى عدم التدخل في شؤون المنطقة العراق أيضا في قلب الاستراتيجية الموعودة تجد رسالة الجنرال الإيراني طريقها سلكة نحو الأكراد وزعمائهم تغفل استراتيجية الرجل الرمال التي خلفتها عواصف بلاده في الميادين العراقية وتقول لكردستان العراق إيران لن تسمح بتقسيم البلاد إلى مثلث أرمينيا أذربيجان وجورجيا تصل الطموحات الإيرانية وتشدد على ضرورة الاهتمام به أكثر أما الأمر ضد دلالات البعيدة فهو الذهاب إلى الاعتراف صراحة بأن التحالف الدولي ضد الإرهاب هو مؤامرة ضد إيران تستدعي حضورا أكبر في منظمة شانجهاي والتحضير لمشروع متكامل والاستعداد لأسوأ السيناريوهات تبقى الولايات المتحدة العدو لكن الأسباب تختلف في استراتيجية تهران الجديدة فليس التحالف مع إسرائيل هو المشكلة هذه المرة وإنما ذلك المقام مع دول المنطقة التي تجدد إيران نيتها نقل استراتيجيتها إليها هكذا إذن بأسطر قليلة وعدائية كثيرة تقرر إيران مواجهة عالم مقبل على مراحل طموحة تنشغل بداخل الدول ورفاهية مكوناتها فينشغل قادة الباسيج والحرس عن شعبهم بمحاولة عرقلة تقدم الطبيعي لبقية الشعوب نعود إلى ضيفين طبعا من الرياضة الخبير في الشؤون الإيرانية دكتور محمد السلمي ومن عمان أيضا مدير مركز الدراسات الاستراتيجية بالجامعة الأردنية موسى أشتوي أهلا بكم دكتور سلمي بالتأكيد طلعت وعرضنا في هذا التقرير فحوى هذه الاستراتيجية الإيرانية هل رأيت حقيقة فيها أي جديد؟ لأن هناك الكثيرين من يقولون بأنها استمرار للنهج نفسه الذي تنتهجه إيران؟ نعم أنا سعيد بهذا الحديث الذي قاله رحيم صفوي لسبب بسيط جدا أنه قد يقود إلى استيقاط مجموعة خمسة زايد واحد وإدارة أوباما تحديدا ما نستطيع أن نستنتجه من هذا التصريح هو ثلاثة أمور رئيسية إذا سمحت لي الأول هو استمرار إيران في التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة وخاصة الدول العربية وهذا يعني أنه فشل المشروع الأمريكي ومجموعة خمسة زايد واحد الذي توقعت أنه من خلال اتفاق النووي سيتم احتواء إيران وإعادتها إلى دولة طبيعية الاستنتاج الثاني هو استمرار الصراع الطائفي في المنطقة من خلال تركيز إيران على هذه الجوانب الطائفية خاصة عندما تحدث عن العراق عن سوريا عن لبنان وتحويل حزب الله إلى دولة أكبر ما هي الآن داخل دولة لبنان العربية النقطة الثالثة وهي أيضا مهمة جدا ولكنها ذات بعد داخلي وأنا أتحدث عن احتفالات الداخل الإيراني والشباب الإيرانيون قبل أشهر عندما تم توقع اتفاق النووي بأن الوضاع ستتغير في الداخل ولكن هذه الرسالة تقول أن الحال سيبقى كما هو عليه وأن الشعب الإيراني سيخرج من المولد كما يقال بلا حمص ستستمر النظام في دعم الميليشيات في الخارج وبذلك لن ينعكس على الداخل أيضا هذا مهم جدا أنا الآن أتقمص شخصية شارع الشاب الإيراني الذي يرى أن السعودية على سبيل المثال أطلقت قبل ثلاثة أيام وأربعة أيام رؤية عشرين ثلاثين وهي رؤية طموحة وشفافة وقضية تطوير واهتمام بالشعب والنظام والاقتصاد وكل معاني الحياة أيضا الإمارات أطلقت وقد أعلن عن ذلك الشيخ محمد بن راشد عن رؤية أيضا لعام عشرين ثلاثين تقريبا وهي أيضا المدن الذكية والاهتمام بالتقنية ونقل الإمارات إلى مرحلة جديدة إيران في عشرين ستة وثلاثين استمرار الحال على ما هو عليه ولكن الأوضاع ستسوز أكثر للشعب الإيراني سيستمر الفقر وتزيد البطالة ويزيد تضخم الأسعار وكأنه كما يقال أبو زيد مغازيت يعني نقاط مهمة ذكرتها دكتور سلمي أحيلها أيضا لسيد شتيوي سيد شتيوي يعني بالإضافة إلى هذه الاستنتاجات الثلاث والتي يجدر التوقف عندها ما الذي يمكن إضافته يعني بسبب هذا الهوس الإيراني في السيطرة على دول المنطقة يعني مساء الخير لك يا ضيفك الكريم لا ما في شك أن النهج الإيراني لم يتغير هذا متفق عليه يعني من خلال التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية ومن خلال الارتكاز إلى المكونة الإثني الشيعي هذا شيء لم يتغير على الإطلاق لكن حقيقة أنا أريد أن أضيف أيضا أن إيران الآن خاصة بعد ما حصل في تركيا قبل أسبوعين تشعر بعزلة يعني صحيح أنه فك عنها الحصار الدولي بما يتعلق بالاتفاق النووي لكن في عزلة في محيطها الإسلامي تحديدا والدول الإسلامية بشكل عام يعني أنه كان في موقف واضح من السلوك الإيراني لكن أنا أريد أن أضيف بأن أيضا هناك قد يكون ما تم الحديث عنه اليوم في إيران هو جزء من الصراع الداخلي أيضا في إيران كلنا نعلم بأن لا زال الحكومة الحالية طبعا يعني قد أحيانا نكره أن نقسم الاعتدال والتشدد لكن حقيقة في إيران يعني هناك صراع داخلي بين المعتدلين أو الإصلاحيين وبين الأطراف المتشددة وأنا لا أعتقد بأن هذه التصريحات هي بعيدة جدا عن هذا الموضوع أنا لا أتوقع حقيقة أن يكون هناك تغيير يعني كبير في السلوك الإيراني نحو قضايا المنطقة يعني ما بقاء المرشد الحالي يعني الخامني إلى أنه الرمز وهو الذي يجمع القوى المتشددة في إيران فأنا أعتقد أنه في صراع داخلي إيران تشعر بالعزلة وبالتالي عندما تطلق استراتيجية لا تريد أن تتمسع إلى الدول المجاورة لها شرقا وشنقها هي تقول للشعب الإيران نحن لدينا بدال ولكن سيد اشتوي يعني يفترض بأن يدق هذا يعني نقوص الخطر ولا يدع مجال للشك بشأن نوايا إيران هل تتوقع أي تغيير بشأن الاتفاق النووي الدولي مع إيران بهذا الخصوص والذي جعلها تخرج من عزلتها السياسية والاقتصادية أنا أعتقد أن هذا الملف طوي لن يحدث تغييرا وإيران للعلم لم تخرج بعد من عزلتها السياسية بسبب التحديد بسبب سلوكها العدائي في الدول العربية وأنا أعتقد أن النهج الحالي سوف يستمر إلا فترة يعني خاصة في سوريا وإيران يعني والعراق بشكل خاص والبحرين طبعا لكن أنا لا أعتقد أن إيران لديها حلول المشكلة في الموقف الإيراني أنه يستطيع أن يدعم طرف ما أن يدعم النظام السوري أن يدعم الحزب الله لكنه لا يستطيع أن يكون قادر بأن يتعامل مع كل أطراف يعني بطريقة حيادية وموضوعية وبالتالي هو قادر على خلق المشاكل ولكنه ليس قادرا على خلق الحلول بالمطاف النهائي أنا أعتقد إيران يعني لابد أن تجبر بشكل أو بآخر بضغوط أيضا خارجية وداخلية لأن تغير من سلوكها الحالي لكن أنا لا أتوقع أن هذا التغيير سيكون تلقائي أنا أعتقد موقف السعودية الآن والتحالف التي تقود السعودية وكما أشير لرؤية 2030 وتوطيد العلاقات العربية والإسلامية وجاء الآن السعودية تقود العالم العربي إلى حد ما يعني في هذا المجال أنا أعتقد هذا يحسب حسابه في إيران يأخذ له وزن كبير وأنا أعتقد أنه على المدى المتوسط سوف يؤتي بنتائج إيجابية يعني في إجبار إيران على تغيير سلوكها نعم دكتور سلمي كما قال لك دكتور اشتوي الملف طوية ملف الاتفاق النووي مع إيران وإعادة النظر فيه على ما يمكن الرهان برأيك في هذه النقطة إذا كانت كل هذه الاستراتيجية لا تدق نقوس خطر الغرب نعم مؤكد أن مجموعة خمسة زايد واحد تحدثت بوضوع عن هذا الجانب وأن الاتفاق النووي مهتم فقط بالملف النووي دون غيره من القضايا الأخرى حتى قضية التجارب الصاروخية التي طلقتها إيران مؤخرا أصبح هناك جدلا بين أوروبا وأمريكا هل هي خرق للاتفاق أو لا لكن في المجمل من المهم جدا أن التوجهات الإيرانية سواء كانت على خارج فوق الطاول أو تحتها لا بد أن كانت في قضية النقاش بين إيران والغرب من المؤكد أيضا أن النظام الإيراني سوف يستثمر هذه اللحظات الآن الفترة القادمة ربما سنة سنتين ثلاث سنوات للتنفس والمزيد من المحاولة ينعش الاقتصاد المتهالك محاولة رفع بعض الضغوط الداخلية على النظام ثم بعد ذلك أنا ربما قناعاتي الشخصية وقد يختلف معي كثيرون أن هذا الاتفاق لن يستمر كثيرا سواء من الجانب الإيراني أو ربما لأسباب أخرى خارج إرادة إيران هناك مشاكل كثيرة يعني في الداخل الإيراني هناك تدخلات إيرانية كثيرة عندما يتم وضع النقاط على الحروف ستكون بشكل أو بآخر ضد الاتفاق النووي ومن هنا أنا أعتقد أن اتفاق النووي هذا الذي يتحدث سواء عشرة سنوات أو خمسة عشر سنة لن يستمر طويلا وأن النظام الإيراني لا يريد هذا الاتفاق مهم جدا نعرف أن استراتيجية النظام الإيراني هي ومنذ 1979 هي الهروب إلى الأمام اختلاق المشاكل مع الجيران ومع دول المنطقة حتى تهرب من الاستحقاقات الداخلية عندما تم إغلاق الملف النووي خرجت لنا وقد كتبت عن ذلك مقالا أنه عندما تم حل موضوع الملف النووي سوف خرجت إلينا قضية الصواريخ الباليستية عندما تحل هذه القضية سوف يخرج ملف آخر وبالتالي تريد إيران أن تكون دائما على الواجهة على الصفحات الأولى للصحف والمواقع الإلكترونية وعلى نشرات الأخبار حتى تقول أنا موجودة ولكن القضية ليست بهذه إيران تعرف النظام الإيران يعلم جيدا أن عمر الافتراضي لهذه الثورة قد وصل إلى قرابة أجله أو قريب من نهاية الأجل وبالتالي يريد أن يطيل هذا العمر من خلال اختلاق هذه المشاكل وحتى يقمع الداخل بأن هناك مشاكل في الخارج وأن الإرهاب على الحدود ولابد لنا أن نحارب في الخارج ومن يتحرك في الداخل فهو خائن للبلد ويساعد الأعداء دائما وهذا المصطلح على خيانة البلد وبالتالي يتم البطش به سريعا تحت قضية الخيانة ومحاربة الله ورسوله ومن هذا القبيل أيضا من ضمن نقاط هذه الاستراتيجية دكتور جتيوي وإسب الله ذراع الأنضى والأقوى لإيران في المنطقة وبأنه يجب أن يصل إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي ماليا وعسكريا ما مدى خطورة توجه كهذا أنا أعتقد هذه النقطة بالتحديد نقطة خطيرة جدا نحن كلنا نعلم بأنه لبنان بالتحديد هي فسيفة ساء من طوائف وفئات مختلفة عندما يكون هناك حزب يمثل طائفة معينة في لبنان يمتلي قوة أكبر من قوة الجيش اللبناني أو تضاهيها أو اللبناني وبالتالي نحن نتكلم عن وضع استثنائي سوف تفرض حزب الله يفرض ضهيمنته وسيطرته على لبنان كلها وهذا لن يكون مقبولا من الفئات الأخرى وهذا وصفة لدمار لبنان أنا أعتقد أنه هذه النقطة بالتحديد هي في غاية الخطورة وأنه سوف تقضي على لبنان كما نعرفها لكن أنا أقول قضية أخرى أيضا أنه الآن يعني إحنا لم تنتهي لنقول الصراعات في سوريا والعراق ولبنان وليس من المضمون مئة بالمئة أن يكون لدينا نفس القوة الفاعلة الآن هي في الحكم بعد سنوات قادمة أربع سنوات خمس سنوات حتى دعم نظام الأسد لو دعمه حاليا نظام الأسد لن يصمد أمام شعبه ولكن دكتور شتيوي في النقطة هذه لو سمحت بالمقاطعة من ضمن أيضا نقاط الاستراتيجية منع سقوط نظام بشار الأسد هو من الخيارات الاستراتيجية الكبرى لإيران إلى أي مدى سيعقد هذا أيضا مساعي الحل دكتور سلامي سأعود إليك دكتور شتيوي نعم أولا إيران لا تريد الحل لا للقضية السورية ولا اليمنية ولا المشاكل والأزمات في لبنان تريد أن تبقى هذه المنطقة مشتعلة مهما كانت الخسائر لأنه عندما تهدى هذه الأمور ويتم حل حلة جميع الملفات والمنطقة لا تجد إيران ما تتدخل من خلاله في قضايا المنطقة كما هو الحال في قضية وقد أشرت إلى ذلك في قضية وفي تقريركم عن موضوع ملف الإرهاب ومحارة الإرهاب والتحالف الإسلامي ضد هذا الإرهاب إيران الإرهاب يخدم إيران وبالتالي لا تريد له أن يختفي وأن يتم القضاء عليه من هنا أعتقد أن إيران تريد استمرار هذه الملفات القضايا مفتوحة ليس بالمهمية بشار الأسد بحد ذاته الأهم أن يستمر هذا الصراع في المنطقة في الداخل العربي يعني محاولات إيران المزيد من التدخل في القضايا العربية كما هو حال القضية الفلسطينية لدينا نموذج واضح وجلي إيران لا تريد حلا للقضية الفلسطينية في عام 1982 كان هناك مقترحا عربيا واضحا وعادته إيران قبل إسرائيل لأنه يضع حلا للقضية الفلسطينية ولكن إيران قبل أن تعلق عليه إسرائيل وكان ذلك في عهد الخميني قالت أن ذلك يعني التنازل عن القضية الفلسطينية حينها رفضته أمريكا ورفضته إسرائيل تحديدا وكان معروف أنه مبادرة الملك فهد بن عبد العزيز رحمة الله عليه بالتالي إيران تريد أن المنطقة العربية أن تبقى مشتعلة حتى تستمر في داخلاتها إذا هدأت منطقة تريد أن تشعر أخرى وبالتالي الاستمرار في استراتيجية الهروب إلى الأمام وقضية الخروج من الاستحققات الداخلية إلى الخارج هذه ربما خلاصة الصورة فيما يتعلق بسوريا واللبنان والعراق واليمن طيب دعني أعود مرة أخيرا لدكتور اشتوي يعني كانت هناك أيضا نقطة تتعلق بتركيا يعني أليس مستغربا أن يعني تتحدث هذه الاستراتيجية العشرينية عن ضرورة إعادة النظر في العلاقات الاقتصادية والسياسية والأمنية مع تركيا في ظل وجود علاقات على الأقل يعني نعتبرها مستقرة بين البلدين سمحني قبل ما أجيب على السؤال بس يعني أعود إلى النقطة لم أكمل يعني حديثي السؤال السابق يعني يعني فيما يتعلق في سوريا يعني 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 إيران لا تملك الأوراق التي تبقي أو تزيح النظام السوري يعني كلنا نعرف أنه النظام يعني الآن ليس يعني الدعم الكبير الذي جاء للنظام من سوريا هو الذي ثبت النظام وليس وليس إيران أنا أريد أن أقول أنه يعني نحن الآن في الواقع الحالي أنا متفق تماما مع زميلي من الرياض لكن نحن ننظر إلى الأمام يعني إيران كما أشرت لا تستطيع أن تكون الولد المشاغب يعني في المنطقة في مرحلة معينة يجب أن تكون جزءا من الحل فيما يتعلق في تركيا أنا أخذ ذلك حقيقة في إطار البروباقاندا مرة ثانية لأنه كلنا نعلم أنه قبل أسبوعين أو ثلاثة أسبوع كان هناك زيارة لرئيس وزراء يعني تركيا في إيران وتم يعني صفقات اقتصادية يعني كبيرة أنا لا أخذ هذه التصريحات يعني بالمطلق بأنها سوف تؤدي إلى تغيير جوهري شكرا في علاقة إيران مع الدول المجاورة هي إعادة تموضع للسياسة الإيرانية رد على العزلة التي تعاني منها إيران الآن شكرا وأيضا أنا أعتقد أنه كما أشرت هي جزء من الصراع الداخلي الموجود في إيران شكرا لك دكتور موسى اشتوي الشكر الجزيل أيضا لدكتور محمد السلمي من الرياض شكرا لكم